في حزن صح في حزن أكيد أي هزيمة وراء حزن طبعا طبعا بس إحنا بقى مش هنحزن وبس إحنا عايزين نحزن وعايزين في نفس الوقت نعرف إحنا ليه حصل ده معانا يعني سانداونز إحنا يمكن كنا بنتكلم في عشر السبع كانت تحديرا عن برنامجنا كنا عندنا أمل كنا بنقول لأ النادي الأهلي حيسيب بصمة سانداونز همه في الأول في الآخر إنه هو يحافظ إنه هو يدافع إنه هو ما يخليش الأهلي إنه هو يفوز ولكن ما كناش متوقعين مثلا لعب مفتوح أو جيم مفتوح ده كله قلناه ولكن على الأرض بتشوف الوضع كان عامل إزاي وتقييمك أنا هتكلم مش لسانداونز أنا هتكلم عن نفسي على النادي الأهلي أكيد فيها عوامل كتير وصلتنا للنتيجة دي يعني إجهاد لمعظم لعبة النادي الأهلي مش عايزين ينسى إن إحنا لعبنا مبارات صعبة جدا قبل مدروح سانداونز وتلاحق المباريات وفي معظم اللعبة بتلعب عدد كبير جدا من مبارات إذا كان اللعبة الدوليين مثلا بتكلم عن عمر السلية حمد فتحي سبع مبارات التورة أفريقيا وجم مبارات دوري مبارات أفريقيا اللعبة دي ظهر الأداء أنا شايف مثلا عمر السلية من اللعبة اللعبة أداءها بيباجهت جدا مع نادي الأهلي وترمومتر النادي الأهلي لما بيكون أداءه كويس ده بيرجع نادي الأهلي وأداءه عمر السلية كان مجهد جدا في المباراة لعبة جدا لعبة النادي الأهلي مجهدها جايين مع المباراة صعبة جدا وضغط عصبي جدا باللعب بيرميدز والنتيجة 3-0 وضغط عصبي بتلعب المركز الثاني عايز تتربع القمة عايز ترتاح وبعديها على طول يومها بتسافر بالليل عشان تروف تلعب سانداونز مضش صعب جدا برضو جاي من خسارة سانداونز رايح هناك عايز تاخد نقول أول عبت النادي الأهلي بتبع عندها غيرة شوية أنها تاخد ترها باللغة الكرة لكن المباراة كانت صعبة وقت كمان المباراة تلاتة الظهر دي إحنا لعبة النادي الأهلي مش متعودة نكتلعب في الوقت ده آه درجة حركة كويسة لكن برضو اللعبة في التايم ده لعبة النادي ده مش متعودة عليه حاجات كتيرة وصلت إن إحنا أدأنا في المباراة بالشكل ده بس برضو يعني أخطاء غريبة جدا من الصعب من فرقة النادي الأهلي وخبرات النادي الأهلي يجي فيك هدف من ضربة كوروكناية يعني التنظيم الدفاعي في الدربات السابتة مهم جدا وده يعني مخبرات لعبة النادي الأهلي ولعبة منتخبات ولعبة كبار يجي فينا جول بالشكل ده ده كان الغريب ده ده بيرجع لإجهاد والتعب والتركيز بيقل فعشان كده المباراة وصلت بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر